موسيقى المتفاهمين الظروف ومتفاهمين كل حاجة حصلت في بره قبل المطش بس المطش نفسه الأهلي كان مش أهلي كان الأداء غريب جدا هو خلينا قبل ما نتكلم على المباراة نفسها مش قوي ما بنخلقش مبررات وعزر للنادي الأهلي لكن هو الظروف اللي كل الدنيا عارفاها خلاص العالم كله بعرف الظروف اللي تلعبت فيها المباراة صعبة جدا كفرقة أي فرقة تكسب المباراة مكناش طالبين من اللعيبة يقدموا أفضل ما عندهم لكن لو ما كسبوش برضو الظروف كانت صعبة عليهم وكمان الجيل ده جمهيري نادي الأهلي ما تنساش أن الجيل ده حقق إنجازات كبيرة الأهلي في آخر عشر سنين وصل سبع نهايات لدوري أبطال أفريقيا فالجيل ده برضو زي ما حقق والكرة مش مكسب بس الكرة مكسب وخسارة فزي ما بتكسب زي ما بتشجع النادي الأهلي في المكسب لازم تشجعه في الخسارة نتكلم على المباراة يا كريم أنا شايف أن المسيماني قدار المباراة بشكل سيء جدا المسيماني من المدربين اللي زي ما قلنا أنه هو بيحلل الخصم بشكل مكسب جدا عنده فريق تحليل أداء يعني فريق تحليل أداء جيد ولكن بيسبب مشاكل كبيرة في الأوفرسينك أي حي محلل أداء يحلل أداء الوداد قبل مباراة الأهلي الوداد لما بيلعب على مالعبه فريق بيبدأ أول ربع ساعة بعنف جديد جدا بضغط جديد جدا مع وليد الريكراكي اللي فاجئ النادي الأهلي وفاجئ المسيماني أنه ما ضغطش أول عشر دقائق أنت بتلعب ضد الوداد مسيمانه في دماغه أنه هو السيناريو هتستفيد من وجود 40 ألف في المدرجات وهتضغط على ضغط متقدم مسيماني يتفاجئ أن الوداد راجع لنص ملعبه ما بيضغطش على دفاع النادي الأهلي خطة مسيماني قبل المباراة المعتمدة على ضغط الوداد أنا مش هقدر أخرج بالكورة أو مش عايز أخرج بالكورة على الأرض من مناطقه أنا أخرج بالكورة باللونج باس عشان لما الدفاع يتقدم والوداد يضغط بشكل مكسف زي ضغط ليفربول مثلا مع يورجان كلوب بيقدي أن يوجود مساحات في الخلف ده اللي خلى مسيماني يعتمد على أسلوب اللونج باس لما تفاجئ في الملعب أنه ما فيش ضغط عليه قدام بقى الأهلي عامل الملعبه بالضبط عامل زي الفوليبول ست لعيبة موجودين في خط الدفاع الرباع الدفاعي قدامه محمدي فتحي وأليو ديانج وأربع لعيبة موجودين في نص الملعب التاني الكورة على الأرض ولا تلعب اللونج باس يعني أنا بعد المباراة كده المشجع البسيط العادي في الوهاب يتفرج على المباراة كان بيشتكي من اللونج باس فأنا حبيت عرف الأرقام وخصوصا دفاع الأهلي أي من أشرف لعب تسعة لونج باس في المباراة زيرو منها صحيح مراحتش ولا كورة صحيح محمد الشناوي لعب 14 باس كم لونج باس منهم؟ عشرة ده معناه أن انت لو حدت أربع باسات بس على الأرض اللي لعيبة أن هو يبني الهجم كان فيه هجمة في آخر المباراة لمحمد الشناوي مجدي أفشا نزله عشان يستلم منه وفيه قدامه أربع لعيبة لجأ للونج باس فكان فيه مشكلة كبيرة في الأهلي في المباراة دي أحمد رأيك بص كريم أنا عايز أقولك على حاجة كل المقدمات اللي كانت بيمر بيان نادي الأهلي لفترة اللي فاتت ده نتيجة طبيعية للمقدمات ونتاجه في الدوري السيئة جدا حتى إلى ده إحنا كنا شايفين النادي الأهلي داخل على كارثة ما فيش حد كان بيتفرج على النادي الأهلي ما كانش مقتنع النادي الأهلي هتحصل كارثة كبيرة بس مش عارفين الكارثة هتحصل إمتى فالأسف هي حصلت في نهاية أفريكا ما كانش معمول حسابها أن هي كارثة تحصل في الوقت ده لكن هي دي الكارثة من وجهة نظري أن موسيماني بس ممكن معلش عسيبك تكمل والله بس هتحفظ بس على فكرة أنها كارثة لسبب أنه أنا دائما معتاد عشان ده قلت على منتخم مصر قبل كده عشان ما بقاش اسمي سبت دايت أنه وصولك لآخر نقطة فده في حد ذاته نجاح أنك ما تقدرش تكسب يبقى أنت بخدش البطولة بس أنت نجحت أنك توصل لآخر نقطة وهي النهائي فما فيش كارثة حتى النتيجة مش كارثة النتيجة مش كارثة طبعا بس تمام يعني طبعا الأداء بتاع مبارح الأهلي كان أداء أكيد سهيئ جدا أداء سهيئ جدا ومسلماني حتى وهو بيكسب ما كانش مقنع في الجماهير وكان في أوقات كثيرة بيكسب مطشاط حتى في الدوري بقيت صعبة عليه أمام منافس مع احترامي الجماعة المنفسين الدوري كان برضو تبقى مبارحات صعبة عن نادي الأهلي جدا ونحن ما تعودناش عن نادي الأهلي في الأداء ده غير أن المسلماني مع نادي الأهلي عمل حاجة بالنسبالي أنا شايفها أنها كارثة برضو دي من وجهة نظري أنها كارثة فعلا الحقيقة أنه فقط شخصية نادي الأهلي نادي الأهلي طول عمر وطول تاريخه بينزل يضغط أي خصم من الأمام فدايما تلاقي الخصم يعمله حساب فشوفنا مع نادي الأهلي بقى بيلعب أمام المنفسين فهوات كثيرة بيبقى دايما هو رد الفعل فبيبقى فعل نادي الأهلي دايما تلاقيه في مبارات كبيرة حتى مبارات الرجاء المغرب في السوبر نادي الأهلي دخل فيه هدف فكان رد فعل أهلي بيبقى دايما بتبدل مستني لغاية أنت رد فعلك هديجي بكرة من هدف كرة ثابتة أو أي حاجة حلول من الفردية زي أحمد عبدالله والكلام ده كله طبعا غياب عمر السلية كان مؤثر جدا أنه هو الوحيد اللي بيعرفها من حلقة الربط بين خط الدفاع وخط الوجون غير أن مسلماني أنا مقتنع أنه من سنوئية حمدي فتحي وقال لي ديانج سنوئية بتبقى ساية جدا لأن الاثنين بيلعبوا يعتبر رقم 6 فالكرة طبعا الوداد المغربي زي ما فاروق قال هو سابة الاستحواز الناد الأهلي فالناد الأهلي بيلعب دايما حمدي فتحي وديانج مش عارفين ربطوا ما بين خط الدفاع وخط الرجوم وأي واحد منهم فبقت الكرة دايما من ياسر إبراهيم وآيمن أشرف فطبعا انت سيب لك الاستحواز فبقى كل باص بيعملوا ياسر إبراهيم وآيمن أشرفهم عندهمش الملكة دي بتاعت محمد عبد المنام أو بدر بنون هم بيعرف يبدأوا كرة من تحت كويس جدا أو بينقلوا الفريق للأمام فكان طبعا الهدف الأولاني الخطأ الكبير بسبب المس باص من ياسر إبراهيم حتى لما تقطعت المس باص من حمدي فتحي فده مشكلة كبيرة جدا فاضطر ان أحمد عبد قادر بقى هو ناس برضو بتقول ان أحمد عبد قادر كانت في مستوايا ممكن يكون جزء كبير من شو مستوايا بس أحمد كان يضطر ينزل من فوق من بعد النص الملعب عشان يستلم الكرة هو اللي ينقل الفرقة وهو ده مش دوره المفروض رقم ستة أو رقم تمانية سواء حمدي فتحي أو ديانجة أو أيا كان فيهم بالتبادل الطبيعي أنه هو بيدي الباص لحمد عبد قادر عشان تبدأ تلقى الفريق أو تلعب كرة على الأرض لكن ذلكم كانت شو بيحصل حمدي فتحي كان بيلعب الكرة ليسر إبراهيم أو أي من أشرف كنا دايما بيلعب كرة طولية كلها وما عند لاش المهاجم المحطة ودي مشكلة كبيرة في النادي الأهلي ماعرفش يخلق ليها بديل يعني النادي الأهلي من أول الدولة ومن أول السنة دي ما عندوش المهاجم المحطة اللي أنت حتى لو عايز تلعب كرة طولية أو كرة بالرأس ما عندكش المهاجم ده بيرستاو عنده صراعات لكن مش المحطة حمد شريف نفس الكلام عنده صراعات لكن مش المحطة فدي مشاكل كبيرة جدا فنية مسلماني ما قدرش يعالجها غير أن الوداد المغربي طبعا أو الوداد الكراكي هو قدر يقرى النادي الأهلي وزي ما فاروق قال برضو فدر مستنيه ويبدأ يخطف أي هدف أو خطاب عن النادي الأهلي وهو درس ادى اهلي كويس طوله كرة في نص ملعب النادي الأهلي أكيد ستحدث الأخطاء فلنأخذ معمًا من نقطه إن تمامًا لو رجعنا للتشكيل اللي بدأ migوسماني اللعب الهجومي عندك هو نوعين يلعب بيأخذ الكرة في المساحة يلعب بينزل يستلم الكرة ويقوم تحت رجله لو رجعنا للرباعي اللي بدأ المباراة كم لعيب بيأخذ الكرة فى المساحة و كم لعيب بيستلم الكرة لو بيرستاو لاعيب يأخذ الكرة في المساحة. يحب يتحرك ويستلم الكرة. حسين الشحات نفس الكلام. طاغر نفس الكلام. الوحيد الذي يمكن أن ينزل استلم الكرة ويقف عليها كان أحمد عبدالقادر. وأحمد عبدالقادر تفكيره الأول دائما في المراوغة. هو أول ما يحتاج يقوم لعب صغير. في هذه المباراة المباراة ليستحملة المراوغات. كان دائما أحمد عبدالقادر عندما يزود. وهو الذي رأى النادي الأهل ورأى أحمد عبدالقادر. أول ما يستلم الكرة. تعليمات مباشرة أنه يضغط عليه بإثنين لعيبة. كان بتطقت منه الكرة وسببت مشاكل. فكان لازم مسماني في تشكلته يحط في دماغه أنه لازم يبقى موجود لعيب. عمر السلام ليس موجود. لازم يبقى بش موجود. اللعيب اللي يقدر ينزل استلم يحط الكرة تحت رجله. ويحضر اللعب أو يوزع اللعب بأي طريقة إن كانت. أنت لعبت اللونج باس حتى في الشهود الثاني هو استمر. استمر بنفس الفكرة أنا شفت في الشوت الثاني بيوجه تعليمات لأيمن أشرف بيقول له ما تلعبش ليه. أيمن أشرف لما لأ الكورة كلها رايحة الأشرف داري وفرحاني بدأ يلعب الكرة على الأرض. ياسر إبراهيم في الكرة اللي أخطأ فيها في كرة الهدف قدامه تنين لعيبة علي معلول وحمدي فتحي. ولاجئ أنه يلعب أه ما لعيبش لونج باس بس لعيب باس ما بين الخطوط طويل اتقطع. فدي تعليمات وكانت تعليمات واضحة جدا وده سببه أن المسيماني كان نعتقد أن الولاد هيضغط عليه ويسيب مساحات في الخط الخلف. لما أحمد قال أن المسيماني كان غير أسلوبه أو فقد الأهلي شخصيته هو مش ده نفس المدرب اللي ضد الهلال ضغط بالفرقة كلها. هو ده المباراة الوحيدة فعلا النادي الأهلي أول ما ضغط على الهلال النادي الأهلي تسبب في أن هو يجيب هدفين ويطرد لعيب من نادي الهلال. ده بقى اللي أنا أتكلم فيه المسيماني بيغير أسلوبه دايما. ده راجع لدراسته للخصص. يعني أنا لو ألعب بأسلوبي أو أسلوب النادي الأهلي اللي أنا ضغط في ضد الهلال ما يجيش قدام الوداد وتراجع وألعب بمشكل الهلال. لا وده يا فرقة ما فيش مجاسفات فيها ما فيش مفعش تألف. غير أن طريقة لعب المسيماني دايما بقاله فترة خاصة بعد بيرس تاو لما بدأ يلعب يعني. أنه بيغار طريقة لعب مخصوص لبيرس تاو. أنت بتعانيت في لعيب أيا كان أنا مش مختلف عند بيرس تاو لعيب كويس. لكن هو خلص نفسيا الكرة مش مقاش معك. صح. الكرة ما عندك. فخلص أنت متعانيتش معها. فإنت يدي فرصة لحد ثاني. أنت خلصت على محمد شريف نفسيا في الوقت اللي هو كان متفوق فيه. صح. عشان تلعب بيرس تاو. أنت غير طريقة تلعب أكتر من مرة. يعني بيرس تاو من ثلاثة أربعة ثلاثة في بداية الموسم. وبعد كده بدأت تلعب بطريقة اللعب غريبة جدا أول مرة يلعب بها أربعة اتنين اتنين اتنين. دي غريبة جدا. لأ ولعب بيعاك أكتر من بها. أكتر من قصدي الموسم ده. الموسم ده صح. الموسم ده غريب. طول عمر الله يلعب أربعة اتنين تاو واحد. بسلط. فبدأ إغارة طريقة لعب برضه بسبب بيرس تاو. لأنه هو جرب بيرس تاو على الوينجات. فبيرس تاو ما بيدفعش. فهو يحتاج دايما أن في موسم ده مثل تلاعب بره أرضه. يحتاج لعب زي طاهر. أولين بيرس مستر مسماني مجتنع بطهر جدا. لأن طاهر يقدر يعمل واجب الدفاع كويس جدا. مع أن أنت أصلا الناد الأهلي متعاقد مع طهر محمد طهر. لأنه يكون البديل لرمضان صبحي. هو جناح حجومي. يحتاج منه يعمل لك حلول. يعمل لك الفرق الناد الأهلي. لكن أنت مش جايب طهر عشان تبقى ليه واجبات دفاعية. وأي مباراة الناد الأهلي ينعبها خارج أرضه هتلاقي طهر محمد طهر موجود فيها. لأنه هو بالنسبة له يقدم له الدور التكتيكي والدفاع كويس جدا. وإنت محتاج أنت نادي الأهلي كبير. نادي الأهلي هو نادي الودادة اللي يبقى منه الحسان. أسألك السؤال الأكثر جدلا في هذه الأثناء ذلك يقوله. بيتس مسماني يبكى أم يرحل؟ لازم يبكى. لازم يبكى. رحيله دلوقتي ضد النادي الأهلي. وضد مصلحة النادي الأهلي. حتى لو فيه انتقادات أه الرجل إحنا مفيش حد حتى اللعيبة إحنا بننتقد على اللعيبة اللي حققت إنجازات. وراجل نفسه إحنا بننتقده أه أخطاء. كان فيه أخطاء كان فيه أخطاء. كان فيه أخطاء فردية كمان من اللعيبة كان فيه أخطاء فردية. ما ينفعش اتنين تصويبه قبل تصويب ترجون جات في العرضة بدون ضغط. تكرر نفس اللعبة من حمد الفاتح وديانج. إنت عندك اتنين أصلا ده مركزهم. هذا ليس بيتس المسلماني. فبيتس المسلماني ليه أخطاء. لكن هو وجوده يجب أن يكون موجود لآخر الموسم. لآخر الموسم في شهر 8 سيكون موجود. الدوري أعتقد حاليا أنه هو المقياس بالنسبة له. وخلاص الدولية دلوقتي فاضية بالنسبة للنادي الأهلي. وبطولة الدوري هو التركيز عليها رقمه إحديان. أحمد. أنا مكتنع أنه يجب أن يرحل. يجب أن يرحل. أنا أرى أن المسلماني وجوده يسبب مشاكل. الموضوع ليس موضوع خسارة نهاية أو خسارة مباراة على فكرة. طبيعي جدا. المباراة ليس نهاية العالم. ليس تخسر مباراة. إنما أنت ترى المقدمات التي أنا قلت عليها. إنه كل أداية للنادي الأهلي. نحن نرى أداية للنادي الأهلي. كل مباراة الدوري صعبة. كيف عمرنا تعودنا على النادي الأهلي كده؟ طول عمره يبقى شخصيته واضحة. وليه أسلوب؟ نحن نرى مع مسلماني أسلوب واضح للنادي الأهلي. فمسلماني وجوده أو استمراره كمان هيسبب مشاكل كبيرة جدا. لأن مسلماني أنا شايف أن هو مركز جدا مع السوشيال ميديا. هذه نقطة. غير أن مسلماني كمان قط اللبس مبقاش مسيطر عليها. وده مهمة كبيرة جدا. يعني من أسباب أن أنا بشوف أن الأندية الكبيرة والمدارب الكبيري بيبقى ناجح. أن أنت بتبقى دائما محافظة على قط اللبس بتاعتك. فمسلماني عنده مشاكل كبيرة مع لعيبة لعيبة كثيرة شايفة أن برستاو. يعني أنت شايف برستاو في أسوأ حالته بيلعب. وفي وقت كثير أنت بتيجي على أي لعيب حوالين برستاو بمتاح أنه يطلع. إنما إلا برستاو. فمسلماني لو استمر طبعا هيبقى فيك ورس أنت عندك الدوري أصلا هو مش ماشي فيه كويس. ماشي على سطر وسهر سطر. هو الناد الأهلي أنا عارف أنه هو الناد الأهلي حتى كريم قال كده قبل ما ندخل. قال الناد الأهلي فعلا مش بياخد قرارات فعالية. يعني الناد الأهلي فيه ميزة حتى دي من زمان. بيفكر كويس جدا. وناد الأهلي مش هيمشي مسلماني غير ما يكون فيه بديل. وأنا أواصلك الناد الأهلي بيفكر في الموضوع ده حتى قبل موضوع التجديد. أنا كنت أعرف الناد الأهلي بيفكر في بديل بس يعني المعادلة صعبة. ليه المعادلة اللي فروف أنا بتكلم فيها صح؟ إن أنا لو مشيت مسلماني هو بيكسب. طيب إزاي؟ ممكن أجيب مدرب مقنع بالنسباني بس ما بيكسبش. هذا يبقى مشكلة. بالضبط مشكلة فلا. لازم أضطر أجيبه في حالة إيه؟ في حالة لما أخسر. حاب دق ساعتها أفكر. صحيح. أحمد أنت شرفتني ونورتني كالعادة. عبيبا كريم وتسلم. فاروق شرفتني ونورتني. شكرا يا كريم. أنت بشجع ريال؟ لا خالص. بشجع ايه؟ أنا مدريدي. مدريدي؟ مدريد. شوفكم يا رب على ألف خير. دي كان نهاية حلقاتنا النهاردة من رقم 10. شروع يا رب تكونوا استمتعتوا معنا وشوفكم يا رب على ألف خير.